صدق او لا تصدق في ولايات بتدفع بالعشر تلاف وخمستاشر الف دولار للناس عشان يجوا يعيشوا عندها ولايات عايزة تكبر وعايزة تدود عدد السكان بتوحها تجيب عمال تجيب موظفين تجذب استثمارات ناس تشتري بيوت فمستعدة انها تدفع لك فلوس كتيرة جدا بالقلوفات عشان حطيك تروح تعيش هناك ومش بس كده كمان الولايات دي بيبقى عندهم امتيازات دروبية يعني ممكن ما يكونش عندهم درائب على الدخل كل الدخل اللي بتعمله ده ليك مش عالف حاجة او ممكن ما يكونش عندهم درائب على العقارات ممكن ما يكونش عندهم درائب عالية على السيل تكريفة المعيشة هناك قليلة الجو حلو المناظر الطبيعية فيعني فيه ولايات ايه كل ولاية بتحاول انها تجذب المواطنين اليافة تعالوا بقى في الفيديو ده انا هكلمكم على سبع ولايات مهمين تقدر ان انت تروح تعيش هناك القناة اسمها حكايات من الولايات وانا اسمي رانيا سلطان والقناة دي معمولة عشان تعرف امريكا والنظام اللي فيها ممكن تراقي فرص هي بلد الفرص فتعرف الفرص تعرف اعيش في انه ولاية دي سؤال دايما كل شوية حد بيبعثني خصوصا الناس اللي جاية من برة ننزل في انه ولاية انه احسن ولاية ففي سبع ولايات هقولكو عليهم النهار ايه اللي خليك تروح تعيش هناك في الولايات دي كذا سبب اولا ان انت تكون مش عارف تحوش الولاية انت فيها مفيش فيها شغل او غالية او مش قادر تدفع فانت ممكن تروح لولاية تانية ارخص تقدر ان انت تحوش وتعيش بطريقة افضل اريحية بيت اكبر تودي ولادك مدارس احسن وهكذا حاجة تانية لو انت بتشتغل اونلاين بعد كوفيد ناينتين شركات كتيرة قوي قالت الموظفين عدوا في بيوتك واشتغلوا من هناك فبدل ما تقعد في بيتك وتشتغل في ولاية غالية عليك روح اقعد في ولاية من الوقات اللي ممكن تدفع لك عشر تلاف وخمستاشر الف عشان تعيش هناك لو انت صاحب عمل في بيزنس بتاعك او بتشتغل اه فريلانسر من اي مكان ممكن تشتغل روح ولاية من الوقات اللي ممكن تديك مبلغ كويس او تخليك تبقى صاحب بيت تشتري بيت والبيت دايق يعني يبقى تحسن الكريدت سكور بتاعك لو انت دايما عليك ديون دايما عليك فلوس على الكريدت كارد روح ولاية تانية تقدر تساعدك والامور فيها ارخص وبالتالي تحسن الكريدت سكور بتاعك فتعالوا بقى اقول لكم ايها السبع ولايات قبل ما اقول لكم لو سمحتوا سبسكرايف بالقناة لان القناة بتجيب لكم معلومات مفيدة اهو 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 صح ولا لا فسبسكرايف بالقناة يلا بقى تعالوا انا ايه حنقرأ مع بعض عشان برضو ايه محدش يقول لي نسي قلتلنا وما كانش موجود لا يا جماعة كله متسجل كله متسجل هنا هو السبع ولايات ممكن يدفعوا لك علشان تروح تعيش في هذه الولايات ولاية الاباما في وما عايزين تروح حتة معينة يعني ثاب بيقول لك انو ممكن تدفع لغاية عشر تلاف ممكن تكسب لغاية عشر تلاف دولار بيحصل ايه ان الولايات دي بتقول لك انت عشان تاخد عشر تلاف دولار عشان تبقى Gutsyman بتكون قاعد في منطقة فاللي هيحصل انو ما فيدو كمسا عشرين في المية من المبلغ ده اول ما تيجي اول ما تيجي ادو cats 25% بعدستشهار عشان يتأكدوا ان انت هتقعد في الولاية وخمسين في المية من المبلغ ده لما آآ تعدي السنة الكاملة. عشان تلب آآ لازم يكون عندك تمنتاشر سنة. ويكون الدخل بتاعك ما يقلش عن اتنين وخمسين الف. عشان ما يكونش انت يعني تحت مستوى دلو يعني دخل آآ محدود الدخل وترجي بقى الولاية تطلب منها مساعدات. فهما عايزين يتأكدوا ان اللي بيروح هناك يقدر ايه يقف على رجلين يعني. آآ ويكون عندك فول تايم شغلانة آآ شغل آآ او تكون لكن لازم تكون بتشتغل برة منطقة كولبير ولودرديل. دي هم مش عايزين ايه مش عايزين ايه مش عايزين تكون فيهم يعني. خلاص ويه آآ لازم انت لما تكرر ان انت تيجي تعيش في الولاية فخلال ستة شهور تبتدي تروح. انت بتقدم عليها فهيدك خمسة عشان في المية المبلغ. خلال ستة شهور لازم تكون ايه نقلت على طول. مش تقول لهم طبق السنة الجاية ولا كده. ولاية الاسكا الحقيقة من الوقت الجميلة جميلة مناظر طبيعية فيها رائعة. وهم بيدوا للناس آآ فلوس علشان الاويل البترول اللي بيبعوه هناك بيرمننت فاند ديفيدل. بيدوكش مبلغ خلاص. فدلوقتي السنة دي المبلغ وصل لتلات تلاف متين اربعة وتمانين للفرد. يعني كل واحد من افراد قصتك حتى الاطفال حتى نيوبون بياخد المبلغ ده لو انت من سكان اللي. المبلغ ده كان سنة واحد وعشرين واحد وعشرين كان الف ومية واربعتاشر. شوف السنة دي وصل كم? خلاص? اه هو حال المبلغ ده بتاع سنة الفين اتنين وعشرين. السنة دي تلاتة وعشرين اعتقد ان هو حيرجع تاني يكون في حدود الالفين الفين وشوية. ولكن للفرد فطبعا يعني. طبعا لازم تكون من سكان آآ آآ او ان انت جيت قعدت فالاسكا علشان يدوك المبلغ ده. آآ آآ هنا بقى بيقولك ايه? ان انت لازم تكون عايش في الولاية وما كنتش طلعت برد الولاية اكتر من مية وتمانين يوم. ها? فاكتر من مية وتمانين يوم يبقى ايه? يبقى كده غا. الا لو كان طبعا اتماس بيان الاوبال ابسنس. يعني ان انت تكون ايه? مثلا ان مسابر في مهمة رسمية في الجيش الامريكي آآ لقدر الله مرض. يعني حاجة تكون يعني تستحق يعني يكون سبب آآ آآ ان انت تقدر تعيش برا الاسكا. لكن غير كده لازم تكون قضي ما تكونش آآ بعيدة عن الاسكا اكتر من مية وتمانين يوم. في ايوا ولاية ايوا نيوتن. فبيقولك في خلال السنة الثلاثة وعشرين آآ كل سكان مدينة نيوتن في ايوا هياخدوا عشر تلاف آآ دولار كاش. آآ لو انت بتمتلك بيت يصل الى مية وتسعين الف دولار. يعني انت لو حتشتري بيت في 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 مدينة نيوتن آآ البيت ده ما يكونش اقل من مية وتسعين الف مية وتسعين الف ده مبلغ معقول. يعني بيت صغنن مش حالة كبيرة هتاخد عشر تلاف دولار. فآآ فبيقولك انك هتاخد العشر تلاف دولار دي لما تيجي ايه خلاص يعني خلاص باقي بتمضي الورق ان انت هتشتري البيت يعني. آآ ولازم تكون زي ما قلتلك الالجاباليتي تكون معك مية وتسعين الف فيما عدا سعر الارض يعني ما يكونش سعر الارض داخل في هذا المبلغ. ولازم المبلغ ده يكون سنجل هوم ما يكونش مثلا آآ قندو او يكون شقة لا آآ بيت وآآ يعني آآ ويكون هالبيت الاساسي بتاعت يعني. ولاية كانزاس عندهم مدينة توبيكا. توبيكا. طيب يقولك انه ممكن يديك ما يصل الى آآ خمستاشر الف دولار كاش علشان تقدر انت اشتغل هناك. فلازم يكون لو انت بتشتغل في الشركة صاحب العمل ده يكون هو داخل في البرنامج ده. البرنامج بتاعهم. لو انت هتروح اللي هي ايه آآ في توبيكا. فيكون صاحب العمل فيها. وانت هتكون هتشتري بيت او هتأجر بيت في مقاطعة شاونين. خلاص في دافس السنة اللي انت هتعاد هتروح فيها يعني. آآ فانت ممكن تاخد عشر تلاف دولار في اول سنة. آآ ولو ده لو انت هتعمل ولو انت هتشتري بيت هتاخد خمستاشر الف. يعني هتأجر هتاخد عشرة تشتري هتاخد خمستاشر الف. لو انت بقى بتشتغل ريموت مش مش الشركة بتاعتك مش موجودة جوه الكاونت دي. لو انت ريموت بقى وبتشتغل وبتشتغل لحد برا فانت هتاخد خمس تلاف دولار لو انت هتعمل وعشر تلاف دولار لو انت هتشتري بيت. برضو جميل جدا جدا جدا. آآ فبيقولك لو انت بقى بتشتغل في حتة جوا الكاونتي بتاعت شاوني لازم بتاعك يكون داخل في البروجرام ده او مشترك في هذا البروجرام آآ علشان ايه يقدر ان هو يكون يعني ان يتأكد ان الصاحب العمل ده آآ بيشتغل في امريكا بشكل ليجل يعني آآ آآ اما بقى لو انت ريموت ووركر لو انت بتشتغل لحد تاني انت ريموت ووركر يعني فلازم تقعد في الكاونتي تلات شهور قبل ما تبتدي ان انت ايه يتقدم فلازم يعني اتأكد ان انت قعدت واستقررت تلات شهور وبعدين تقدم على البرنامج ده في ولاية اوهايو آآ هاملتن ده بقى لو انت لسه ايه لو انت لسه آآ متخرج جديد او بتتخرج او لسه متخرج جديد فلو الناس اللي في ولاية اوهايو شوفوا ولادكو آآ اللي لسه متخرجين جداد ممكن ده البرنامج ده يساعدهم بيسموها ريفيرس كولرشيب فهيدوك عشر تلاف دولار برضو آآ من هاملتن كوميونيتي فاونديشن لو انت موفد للاريا بتاعت هاملتن يعني انت بتخدق اي حتة وجاي بقى هناك فهيدوك الفلوز زيه لو انت هتعيش مثلا في منطقة ارمونديل او هايلاند بارك في منطقة هاملتن هتاخد تلتمية دولار في الشهر يصل الى عشر تلاف دولار ايه بقى علشان بتاعتها ان انت تكون جراجويت خلال السبع سنين اللي فاتوا من بروغرام من بتوع السيم اللي هو يعني الساينث والتكنولوجي انجينيرنج اورسن الماثيماتيك وان انت تكون بتشتغل فول تايم في مقاطعة باطلر باطلر آآ آآ كاونتي او بتشتغل فول تايم ريموت فوزيشن خلاص بتكون بتشتغل فروفاشنال يعني فول تايم ريموت من باعي آآ بس خلاص مش مشكلة الحياة التانية دي ولكن هو ده بيقولك خلاص لو انت سبت المنطقة او بطلت ان انت تشتغل يعني خلاص مش سبت الشغل بتاعك فالفلوس ديا مش هتاخدها كاملة هتوقف بقى عند الشهر اللي انت وقفت ايه عندي يعني هو هدوك تلتميت دولار كل شهر او جيت مثلا بعد خمس تلاف آآ دولار خدتهم قررت انت تسيب الشغل او سيب المنطقة ما تقدرش انك تاخد بقية ايه المبلغ خلاص هيقفوا المبلغ الوراية ولاية رقم ستة اوكلهوما تولسا فهنا بيقولك ان انت ممكن تاخد آآ عشر تلاف دولار ده اللي بيشتغلوا من بعيد وكمان بصوا بقى الحاجة اللطيفة فري ديسك سبيس اد اي كووركين كوميونيتي فعارفين دلوقتي بقى فيه آآ كووركينج كوميونيتي بقى فيه مكاتب وممكن تيجي بس تقنجر مكتب وتشتغل فيه فهيديك هو كمان فري ديسك سبيس تروح تشتغل فيه زي ما انت عايز من غير اي فلوس طالما روحت في آآ تولسا فلو انت مو بتطولسا آآ بعد ما بيجي لك الموافقة يعني انت بتقدم ولو جالك الموافقة في خلال اتناشر شهر تكون رايح هناك حيديك الفين وخمسمائة دولار في الاول خالص علشان يفاعدك في مصاريف النقل خمسمائة دولار كل شهر لإيه لمدة اتناشر شهر الاولين وحيدوك كمان الف وخمسمائة في آخر السنة آآ وحتاخد كمان ستة وتلاتين شهر ممبرشيب في لوكال كووركينج سبيس يعني عدوك المكتب ده لمدة ستة وتلاتين شهر تقدر انك تدخل هناك وتشتغل وكل ده من غير اي فلوس من غير ما تدفع حاجة ليه طبعا لازم تكون فوق التمنتاشر سنة وتكون طبعا بتشتغل في آآ امريكا بورق يعني آآ معتمد وكده آآ بس ان انت يكون عندك فول تايم ريموت امبلويمنت او سلف امبلويد آآ فلازم ده يكون ان انت بقيمة بتشتغل في حاجة برا اكلهوما يعني موظف يعني طبع شركة او سلف امبلويد عشان تقدر تدخل اخر ولاية في السبعة دول هي ولاية واست فيرجينيا وقالوا ان انت في تلاتة ممكن تعيش تقعد فيهم في اي حتة في الماونت في الستيت بتاعت واست فيرجينيا هتاخد اتناشر الف دولار آآ بلاص افول يير ورث او دور ريكريشن يا فيدي تروح بقى ايه آآ يعني مكان للفسح وكده سنة كاملة مكان بقى اه شوف حيث بقى تتفصح فين وبتاع يدوك ايه الفول يير بقى ريكريشن دوان آآ يصل الى الفين وخمسمية دولار آآ ذاك كمان الفري ووركينج الكو ووركينج سبيس يعني مكتب ببلاش وتقدر انت وعندك مثلا تروحوا بقى شوفوا ثيم فارك ولا حاجة بالفين وخمسمية دولار زاكد الاثناشر الف اللي حيدوهولك اول ما تيجي التلاتة مقاطعات هم ايه آآ مورجان تاون اريا جرين بريير اريا وايسترن بان هاندل هم دول التلاتة اماكن اللي ممكن تروح فيهم في ايه في وست برجينيا هتاخد عشر تلاف دولار آآ السنة الاوانية على دفعات يعني دفعات شهرية آآ وبعدين بعد كده هتاخد الفين دولار بعد ما تخلص الايه آآ السنة التانية بتاعتك الساكن كونسيكوتيف يير اندستين وحتاخد فري اودور لكرييشن اللي انا اقتلك عليها في ساكبر جيل رينتل زا وعاية없이 عارضها بتتزحلقiance جليد الحاجات دي كل الحاجات دي بتبقى في بال summon تتي للحاجات دي بتبقى لفين هاليا الحاجات ده تتزحلق بها اولا الحاجات دي بتلبسها كل دة ايه إيه في في بتاعتك تاخد مكتب تشتغل منه ببالاش لازم تكون عندك 18 سنة. وتكون او معاك او بتشتغل يعني بتشتغل خارج ولايةydd واضحة واضحة وضبعا لازم يكون عندك ايضة قدرة على العمل فيها وانا انت بعد ما يتوافق عليك فانت تخش علي اطول في الولاية وتيجي تعيش في الولاية خلال 6 شهور بعد ما تأخذ الموذفة. فادي سبع ولايات بيدوك آآ يعني حاجات كتيرة جدا تحفزك ان انت تروح تعيش في الولاية وتاخد الفلوس دي وتساعد اسرتك وتساعد نفسك ليه لأ فآآ فكروا في الموضوع ده ولو انت مش ناوي ان انت تنقل شوف حد يكون تعرفه وممكن المعلومة دي تفيده فشاير الفيديو معاه والدهوله علشان الفيديو ده يساعده والمعلومات تنتشر لان احنا لو مقدماش نساعد بعضه بحاجة على الاقل المعلومة نوصلها للناس. لو كان الفيديو فاتك بقى اي معلومة سبسكرايب في القناة اكتبوا لي بقى في القومنت سمعنش يا جماعة ننسيت اقول لكم حكاية دي في الاول الناس بقى اللي سكنة في الولايات دي بجد الولايات دي حلوة يعني قلونا ايه مميزات الولايات دي عشان الواحد يفكر ساعنا ان يجي يعيش عندكو يعني فقولونا كده ايه المميزات ان فعلا واحد يحب يجي في الولاية كان معك ورانيا سلطان ودي حكايات من الولايات.